لأربعة وخمسين عاماً استرخى التأريخ على سفوح جبال ردفان وشمسان ومن وسط هذه الجبال خرج المغامرون حاملين مشاعر الحرية وقيادة الثورة غير يائسين من تحقيق الناصر خلال ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة قدموا تضحيات وأظهروا صوراً من البسالة والإقدام الثورة التي تحولت إلى أيقونة شعبية للمقاومة أطاحت بالمستعمر وغيرت مجرى الأحداث حين ذاك فيما كان يعرف بالشطر الجنوبي من الوطن وذلك يعني في مسيرة النضال لسنوات الكفاح المسلحة أنه لا بد أن يتحقق الهدف تتويجاً للإيمان بالحق والقيم التي دفعت الشعب للتخلص من المستعمر ويتأكد أن تأريخ محتل قد انطوع قبل أربع وخمسين سنة كشف أكتوبر سيرة المحتل المزور هنا كما كشف أيضاً عن وحدوية التوجه وأصالة الهدف الوطني الخالص للمئات بل والآلاف من المقاتلين الذين سطروا أروع الملاحم البطولية وعلى أنقذ المقولة البائسة المملكة التي لا تغيب عنها الشمس قامت ثورة أكتوبر كاشفة بؤس المستعمر واندثرت خرافته الأسطورية بسواعد الرجال لتقوم أيضاً دولة اليمنية المؤمن بوحدة التاريخ والمصير ووحدة المشاعر والاهتمام جنوباً وشمال انتصر إذن رجال أكتوبر على الرجعية والإمبريالية في مسيرة طويلة ضمدوا فيها جراح الوطن بموكب من أبطال التحرير